بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في اسئلة الوحدة الثانية طبعا هاي الاسئلة مثل ما تلاحظ امامك تشبه صياغة الاسئلة الوزارية وايضا الاسئلة الشهرية اللي يعدها اليك استاذك او معلمتك مدرستك وايضا عزيزي الطالب تعتبر مراجعة لليونت 2 مراجعة للوحدة الثانية طبعا الاسئلة هاي تشبه الاسئلة الاسئلة الوحدة الاولى اللي انا شارحها تقدر ايضا تطلع لها ابس الشارح تقريب لكن المعلومات والمحتوى يختلف راح نيجي لمن؟ راح نيجي للسؤال الاول السؤال الاول طبعا دائما يكون reading comprehension اللي هي القطعة الفهمية يعني استيعابية القراءة الاستيعابية شا عندي هنا نيجي لك read اقرأ the following passage اقرأ لهذه القطعة und write واكتب لي true or false اكتب لي صح او خطأ طبعا هنانا choose 5 احتمال انا كاتب choose 5 هنا خمسة فاحتمال هنا 6 يجيب لك يا استاذ يقول لك اختار خمسة احتمال عندك درجة هنا يطيك مثلا عليها 10 درجات فهذه choose يعني صياغة الاسئلة من الوحدة الثانية عندك قطعتين القطعة الاولى تحكي لي عن المواد مثل هاي المaterials مثل هذي اللي امامه كان مسوي لك عليها اسئلة والقطعة الثانية تحكي لي عن الدكتورة اللي موجودة في نهاية الوحدة الثانية فهذا القطعتين اي وحدة يجيب لك من عدن بالوحدة الثانية يعني احتمال يجيب لك هذه قطعة المواد او احتمال يجيب لك هذه القطعة الثانية فانت عندك فقط قطعتين يجلب السؤال اول راح اقرأ واترجم يقول wood comes from trees يأتينا الخشب من الاشجار الكثير من الاثاث طبعا مو كل الاثاث خليها بالك الكثير من الاثاث اثاث المنزل الكثير من عنده اكو من عنده بلاستيك اكو من عنده شسمة مثلا الامنيوم اكو يعني بس الكثير من عنده شنو هنانا مصنوع من الود rubber المطاط comes from نحصل عليه او يأتينا from من من الشجر from a tree من الشجر او من شجرة cold تدعى هذه الشجرة شنصيح لها شنو اسمها the rubber tree شجرة المطاط شجرة المطاط نجيب بعد نكمل car tires اللي هي عجلات السيارة طائرات السيارة بالعامية are made from rubber عجلات السيارة من ين تصنع تصنع ايضا من ين من المطاط cutin comes from a plant نحصل على القطن من النبات او شجارات صغار اللي هي شجارات القطن the english word cutin كلمة باللغة الانجليزية cutin comes from arabic طبعا اصلها كلمة cutin يقول لك هاي الكلمة cutin اصلها عربي اوكي شكرا على المعلومة some money بعض النقود بعض النقود is made from cutin بعض النقود تصنع من القطن هذه القطن leather is used many things يستخدم لاشياء مختلفة العديد من الاشياء today most leather يعني today بأيامنا most leather العديد من الجل comes from cows نحصل عليه او يأتينا من الكاوز اللي هي الابقار but it can come from other animals لكن نستطيع ان نحصل عليه من حيوانات اخرى بعد نرجع لمادة اخرى اللي هي الوول الوول اللي هي الصوف wool comes from sheep نحصل عليه من الاغنام and even rabbits وحتى الارانب wool is very warm and cool material يعتبر الوول اللي هو الصوف مادة دافئة ولطيفة لحد اهنا فهذه القطعة رح نجي المنع لـ true of fools ونحاول الحلم نجي لنقطة الاولى يقول لك rubber comes from a tree نحصل على المطاط من شجرة الاجابة الاجابة تجي انت شو تريد تحبو قبعة خارجية تصير سبع تشيل هاي الجملة تخليها ببالك تباع لها جيبها تدورها هنا تدورها ما لقيتها هنا تجي للسطر الثاني جيد هاي كلمة rubber 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 comes comes شوفها تشابه comes comes from from اتري اتري اذا الاجابة شنوى رح تكون اترو ليش لان تشابه ما بيها شي اختلاق بعد نجي لها all furniture is made from mood هاي كلمة furniture وين شفتها هاي وين زيب هنا شي يقول هنا يقول all هنا شي يقول a lot of شوف هنا تغيرت 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 من حيث الكتابة شوف هنا عندك بس all وهنا عندك a lot of الكثير من فهنانا رح تكون الاجابة مباشرة ش تكون false خطأ وانا رح اقول لك ليش خطأ هنا يقول الكثير من الاثاث تصنع من الخشب وهنا يقول كل الاثاث يعني ماكو اثاث مصنوعة من البلاستيك ماكو كرسي بلاستيك فهنانا الاجابة ش تكون لازم تكون false اوكي نجي لهنا كلمة الكتن هذه هنا قريناها كلمة كتن comes from Arabic وين ايقل لي جاتنا من كلمة عربية اللي اسمها كتن اذا الاجابة true paper is usually made from wood نجي وانشفنا كلمة paper اللي معناها ورق نبحث عليها كلمة paper كلمة هادي paper paper نجي نقارنها paper الورق is usually made from wood هنا يقول paper is usually made from wood اذا الاجابة ش تكون true اما بالكتاب عندك بالقطعة بالكتاب بالاسئلة صحة وخطأ اهنا ش مخلي لك مخلي لك مكان الوود مخلي لك كتن ش مخلي لك كتن بما انه يقل لك الورق يصنع من القطن لازم شي تقله تقله خطأ لازم نين يصنع يصنع من الخشب يصنع الورق من الخشب اذا قل لك من الخشب شي تقله تقله صح true واذا قل لك من القطن تقله false most leather comes from cows معظم most leather comes from cows شوفها نفسها نفسها نتج القارن نفسها اذا اجابة راح شي تكون تكون true هذي بالنسبة للقطعة القطعة المرئية نجي المن نجي القطعة الاخرى اللي عندك عليها قطعة واحدة هنا يقلك answer the following statements جاوب لي على ذن statements true false يعني ذن الجمل اوكي الحالات جاوب لي اما true اما false هذا اسئلة قطعة الورق تاريخ الورق الشون نحن نحافظ على الورق هذه قطعة موجودة بالكراسة جايب من عندها اسئلة وهو يجيب من عندها بالوحدة الوحدة الثانية فقط اما بالوحدة الاولى جاب لك على احمد الويترز اوكي احمد النادم اذا تتذكر نجي الهنا النقطة الاولى انا استخدم الورق الان الاجابة true صح انا هسا استخدم الورق عندي ورقة قلم قاعد احلا بيه اوكي فقط ثلاثة اشياء طبعا هذا نجي به النص انا من الكراس من كتاب الكراس هو مخلي لك اسئلة عليها نص من عدن هو ما يجي غير بس من عدن وما يجي غير بس true false فقط ثلاث اشياء تصنع من الورق طبعا اجابة خطأ 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 ليش لان كثير من الاشياء تصنع من الورق والورق موجود حوالين وين ما كان اك ورق اوكي فهنا راح تكون اذا قل لك فقط only ثري اذا شفت كلمة ثري قل لك false نجي للثالثة الثالثة يقول converse كانت نصيح بالقطعة يقول لك لازم نعتني بالاشجار لازم بمن نعتني بالاشجار فهناش يقول لك كلمة conserve اللي تسويها بالخط المائل تعني to look after تعني معناها انه يعتني بي فالاجابة راح تكون true لان conserve معناها look after معناها انه يعتني بي هاي يعتني بي وهاي يعتني بي اربع نستخدم يعني يقول لا يمكن ان نستخدم الورق القديم اوكي لكي نصنع ورق جديد طبعا اجابة خطأ ليش خطأ استاذ لان اكو شي اسمه recycling اعادة تدوير يجيبون الورق القديم المستخدم يسوو اعادة تدوير ويسوو لنا ورق جديد اوكي فهنا الاجابة راح تكون false number 5 الورق is all around as at home and in the classroom يقول الورق بحوالي وين ما كان في البيت وفي ال classroom في الصف فالاجابة تكون true هذه بالنسبة للقطعة اللي هي موجودة عندك بالكراسة نيجي المن طبعا عندنا القطعتين الشرحتين بالبداية اللي هي قطعة المواد وقطعة الدكتورة موجودة بالكتاب الملون كتاب الطالب اما هذه موجودة في كتاب الكراسة نيجي المن نيجي grammar and function يعني القواعد طبعا نشارح الوحدة الثانية كل قواعدها تلقاها المشروحات وبالتفصيل نيجي للنقطة الاولى النقطة الاولى طبعا يقلك read the sentences اقرال اذن الجمل uncircle the correct words وحوط للاجابة الصحية طبعا هذن نختار منها دنوان النقطة الاولى يقلك secret skirt sorry is prettier skirt is prettier هنا يقلك استخدم يا اما ذات يا اما ذوس اسماء الاشارة اسماء الاشارة انت عندك اربعة عندك this اوكي و these و عندك ذات و ذوس عندك استخدما للمفرد و عندك استخدما للجمع هسا الذات تستخدم للمفرد البعيد اما الذوس للجمع البعيد اوكي فهسا اختار اختار ام المفرد لو اختار ام الجمع اجد جمل t اباعلها اكو s هنا بالاسم لا اذا هذا مفرد و عندي is دلالة مفرد اذا اختار الذات مباشرة اجل من النقطة الثانية the tv is on التلفاز يشتغل اوكي we are not هاي الجملة مثبت و هاي الجملة من في اختار اختار and لو اختار بين جملتين متناقضتين يعني واحدة مثبتة و واحدة تحتوي على ناط بما ان تحتوي على ناط اخلي اخلي باط وشرحها ايضا موجود بالقناة طبعا هنا المفروض يصير عندي خطأ بالترقيم عزيز الطالب هنا ثلاثة هاي اربعة وهاي خمسة يعني انت تقدر تشوف هذي خطأ بالترقيم بالطبع المهم هسا الترقيم مهم اهم شي المفاهيم راينبوتس اللي هي تكرم الحذاء المطارية اوكي راينبوتس الحذاء المطارية اف اف رابر اوكي لازم شنخلي نخلي اما از ماد اما ار ماد نجي بوتس شبيه بها اس يعني جمع اذا جمع نخلي الاس نخلي الار اكيد راح نختار الار اوكي ام اشتغت راينبوتس ام الار ام المجرد نجي عدك الار الار معناها الان اذن ادل عليا زمن على المستمر المستمر لازم شنخلي للفعل اي ام ام راينبوتس اوكي بعد عدك ثلاثة اويل فروم جراوند كام لو كام الاويل كام لو كام طبعا الاويل يعامل معاملة المفرد المفرد اذن نختار ام اس ام الاس يعتبر هاي اس الشخص الثالب تضاف للفعل الرئيسي عندما يكون الفاعد يعمل معاملة المفرد مو اس الجمع هاي اس الشخص الثالب تضاف للفعل الرئيسي عندما يكون الفاعد مفرد فاويل يعامل معاملة المفرد نختار ام الاس فتكون الاجابة كام هذا هذا بالنسبة المن بالنسبة عزيز الطالب للقواعد بعد نجي للفانكشن اللي هنا ذن الجمل يقول ماتش لي كوستشن اربط لي ذن الأسئلة اوكي ان لست اي في لست اي وذير انسرز مع اجاباتهم ان لست بي اذا عدي لست اي وعدي لست بي وراح نربطهم اوكي عدي لست اي وش عندي عندي لست بي فراح انا اربطهم من تريد تربط عزيزي من تريد تحل عزيز الطالب لا تجر خط خط لا تجر شا سوي تربط الرقم هذا مع الحرف هذا مثلا انا الاولى ويامر راح اربطها what's the jake made of من اي شي اصنع jake راح اربطها it's made of glass اذا راح اقول له واحد بي مباشرة الحل راح يكون واحد بي هو الاستاذ يعرف وانت تعرف يعني شون نخلي رمز احنا واحد بي خط لجر اذا تجر خط يعني ما راح يعني واحد يجر خط منا ويجر خط منا ويجر خط منا ويجر خط منا ويجر خط منا راح تتيه والاستاذ من يجي صحح راح اصصير عليها صعبة وصلت فكرة اما اذا جبت الهياهة شم رتبات تقول استاذ انا ترى رابط الوحدة النامبر وان مع الايتم بي حتى يعرفوه واحد بي هذا بالنسبة لغابط مهم جدا جدا بعد انا شون احل هذا التمرين او هذا السؤال هذا السؤال انا اجي الاحظ الاحظ الجملة ادرسها what's the jake made of اجي هنانا شنو يشبه يا جملة بها made of يا جملة لها علاقة بالجيك الجيك شنو نعرف انه السراحية او الدولكة العامية مصنوعة من الاغلاس يعني مباشرة نعرف هذي واحد بي نجي للثاني can i help you شوف can i help you اقدر اساعدك مباشرة yes please من شفت yes please اذا هي هالاجابة اذا اجابة اثنين اي ثلاثة what are you doing now ماذا تفعل الان نشوف شنو شوف هنا عدي doing وهنا doing فادربط doing اذا ثلاثة نربطها مع منو مع الا ثلاثة مع منو مع الا اربعة what phone would you like what phone would you like شوف كلمة فون هذي كلمة فون اذا ايش قد راح يصير عدك اربعة شنو اربعة سي اربعة سي what color ما هو اللون what color is it او ما هو لون 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 الهاتف شنو تريد what color is it فلاحظ اللون وين كلمة لون high blue اذا 5d فهذه تشتمرين ينحد شوي راد تفكير راد شوي تعب روحك حتى تقدر تحل بحاول تحفظ مفردات وبحاول تدرس الوحدة بصورة صحيحة يعني حتى تقدر الجاوب وانا شارح كل الماضيع ذني شارح بالوحدة الثانية بعد ننتقل المن ننتقل اللي هي سؤال المفردات سؤال المفردات يأما يجيب لك اسقاط يأما يجيب لك اربط يجيب لك مثلا المذكر مؤنث يجيب لك المواد تربط مع الاشياء في يجيب لك اربط يأما يجيب لك اختيارات مثل هذا فهس نجي نحاول احنا نحلين طبعا هنا يجيلك choose the correct word اختار لي الكلمة الصحيحة wool comes from يأتينا الصوف يأتينا الصوف من الشيب الاغنام لو من الاشجار اوكي فأكيد راح تكون من الشيب he is wearing black denim هو يرتدي سوداء من القماش اللي شو نقول الكابوي فشنو هذا اللي يرتدي يرتدي الساسبين اللي هو القدرية يعني القدر او يرتدي جاكت فأكيد راح تكون جاكت وها مرة انا مش نتقدر الساسب ستدائي عندي طلاب اختار القدرية القدر القدر فهنا يعني راح صير جملته هو يرتدي قدر اسود مصنوع من قماش كابوي اكو قدر هيتش يعني واحد بس قدر يعني بعض الطلاب هيتش وصلت فكرة يعني شوية المعلومات شوية حاول ترتب الوضعية تحفظ مفردات حتى تصير سبع حتى تاخذ الدرجة حتى تليق بحضرتك ترفع راس اهلك ابوك وامك يفرحون ان يشوفونك انت ماخد درجة عالية يشوفونك انك شاطر يشوفونك مرتب يشوفونك دكتور المستقبل فانت حاول تقرأ حاول تحفظ حاول اكيد راح تكون تكرم الاحذية اللي هي مصنوعة من الجلد البرون اللي هو البني بعد هنا تختار هاي التو اللي معناها ايضا لو هاي التو اللي معناها اثنين فهنانا نختار التو اللي معناها اثنين لان هنا جانج وبعد ليش اختارت ما اختارت هاي لان هاي التو تجي نعادة وين بالاخر لذلك كان اختارت هاي التو انت عندك موضوع بثلاثة تو تو هذي وتو هذي وتو اللي معناها الى او ان تو او واحدة هذا عندك اذا تذكر بعد كيز المفاتيح تصنع المفاتيح من الكلي الفخار اللي صنعوها من المتال المعدن اكيد تكون اجابة من المتال هذا سؤال ال راح نجي الامل راح نجي الاسبالين and punctuation الاسبالين الاملاء الاضافات ما اضافات المعاكسات فهذا الاملاء راح نحل وبعد نكمل اسئلت طبعا هو اي يقل اكمل الاسبالين اكمل اللي الموجود مع الكلمات المفقودة طبعا مثل ما تلاحظ هنا اختار خمسة تمال يطيق هو ستة يطيق اختار خمسة يطيق هلين عشر درجات يطيق خمس درجات فهذا صياغة سؤال اما انك لازم تفهم لازم تفهم لي هذا المحتاج شي يقل لك هنا يقل لك تي شير تمني يعني شو نستاذ تي شير اوكي تي شير هي مصنوعة مصنوعة عندك من منهج يقل لك مصنوعة من الزجاج زين التي شير تمني يصنع فتكون الاجابة شنو كتن تكون اجابة كتن فهذه طريقة يطيق حاجة شي ويقل لك شنو مادتها يطيق شي آخر ويقل لك شنو مادتها هذا اول اثني هو مفتاح الحل حتى تطبق قنوين هنا لاحظ شوف هذا النثنين core صارت cores ضاف الها s جمع يعني من خلال هذا يعني جمع جمع الاسماء address بما انه انتهت بs اذا اضيف الها es صارت addresses اوكي نجل i have صارت if سو هنا عزيز الطالب من خلال مفتاح الحل اختصر she has ش صير she is she has صير she is يعني حذفنا ال H وحذفنا ال A وخلينا مكاين كاما شوف شون صارت بعد long short وخلي لك X ببينا تنهج شي يعني معاكسة long طويل short قصير ال hard شو صير اكيد راح صير easy او اكو معاكسة اخرى لها soft تريد hard easy تقول easy او تقول soft عاد خمسة rub اوكي rub نوب صارت rub يعني كلمة عايزات احرب ضاف لها هذي شو تصير و دين شوف شون راح صير اش ضفت لها او او حتى صير و دين حتى صير خشبي فهذا تمرين اللي هو الاملاق بعد ما كمنا راح ننتقل للمن راح ننتقل لل التنقيط التنقيط هذا منطوق الجملة شوف هاي ري رايت خلي هاي الكلمة بمالك ري رايت منشوف ري رايت معناها قعد كتابة بما انه قعد كتابة هذا التنقيط التنقيط تروح تدور عليها بالاسئلة تروح تدور على التنقيط وين حتى تحط لك عشر درجات بالوزاري بالامتحان الشهري بالامتحان نصف السنة تخلي لك عشر درجات خمس درجات اش قد يجيب علي الاستاذ خلي نجيب لش التنقيط شوي سهل ويساعدك الاستاذ علي منشوف الكاتب فتروح تدور وين مو تنس لان هو شوف هذا هاي الجملة لازم ننقط فانت اذا مثلا دايخ او اسئلة صعبة وهاي مباشرة نروح وين التنقيط وين كلمة ريرايت وين كلمة بان تشو ويش هاي الكلمة تبيرة فهنا هذا التنقيط اجل الجملة انا انا نقط ها بالخامس شين ادرس خامس يجي خلي لنقاط نقاط نقاط لا تنقيط عدك شقة شرحت لك يا اما حروف كبيرة سوي لحروف كبيرة يا اما علامات الترقيم اللي بالاخير اللي هين النقطة علامة استفام الكامل الابوستروفي وايضا شارح لك التنقيط وموجود بالقناة نجي هسا هاي الجملة عدك بداية الجملة لازم شنو حرف صحيح عدك بداية الجملة لازم حرف كبير عدك الاي اين ما وجد الاي بمعنى انا كضمير بمعنى انا اين ما وجد لازم تلتبه كبير عندك بغداد اسم مدينة وعندك فرايلي اسم يوم من ايام الاسبوع وعندك الجملة بدأت تفاعل شا تخلي بالاخير بالاخير دير بالك لازم تخلي يا اما تخلي النقطة يا اما تخلي علامة استفهام دير بالك اذا بدأت تفاعل تخلي نقطة اذا بدأت بدأت سؤال او فعل مساعد تخلي علامة استفهام تقدر تروح شوف الدرس وتستفاد اكثر بس هذا الموضوع مهم وبسيط راح احلى ولاحظ شوف هنا بداية الجملة شوف صار صار كابتال بغداد هنا صار كابتال فرايدي الاف صار كابتال لتر ونقطة اللي اريد اقول لك به بعد بالتنقيد خاف ما تعرف شنو حروف كبيرة مو تكتب كل الجملة حروف كبيرة لا بس الاسماء اللي انا معلمك بيهم اسماء العلم اسماء المدن ايام الاسبوع فمو كلها كبير تلزم لها كلها كبير هذا واحد يعني الانت مو اسم ليش تخليك كبير اه الصغير مثل هذا حلو يخب ليش تتوحدك بعد اكو طالب اخر شي سوي لا يلزم الكلمة كلها كبير لا عيني مو كل الكلمة كبير بداية الكلمة بس اول حرف من عدة شوف بس الدي كبير هنا بس البي كبير وهنا بس الاف كبير مو كلها كلها كبير اوكي وارجع مرة اخرى اروح اشوف التنقيط وافهم يالله اجاب وبالاخير خليت نقطة لان بدأت الجملة بيمن بفاعل بعدها عدي الكونب دائما الكونب دائما يعني чنوا يعني tickets يعني شي يقل لك عندك اتاة اربع انشاءات برج 6 الابتدائي عندك انشاء بالجزء الاول انشاء الله راح يدخل عندك بنصف السنة وعندك انشاء بالجزء الثاني يعني الوحدات البقية يعني الوحدة الاولى والثانية والثالثة بها انشائن بس ا腹 انشاء موجود بالوحدة الاولى وانشاء موجود بيمن بالوحدة الثالثة والبقية موجودات هناك بالوحدة الخامسة والوحدة السادسة والوحدة السابعة هسا نيجي لهنا يقول write about yourself and family اكتب عن نفسك وعن عائلتك فهذا الانشاء ما الوحدة الاولى نفسيته راح يجيب لك هنا واحتمال يجيب لك نفسيته بنصف السنة واحتمال يجيب لك نفسيته باخير السنة هسا نيجي احنا نشوف الانشاء اللي انا كاتبة ومجهزة مثل ما تلاحظ اسمي علي عمر اثناع السنة اعيش مع عائلتي النجف وانت بكيفك تريد تقول انا اسمي زي تريد اسمي سلام اسمي هودا اسمي اعني انا هم شارح الانشاء تقدر هم تشوفه نفس هذا الانشاء بالضبط وصلت الفكرة وتقدر تغير اعيش مع عائلتي تقدر تقول بغداد تقدر تقول موصل تقدر تقول بازرة تقدر تقول اربيل وين ما يعجبك عندي اخ واحد تقدر تقول ثلاثة اخوة عندي اخ واحد وتقدر تقول تقدر عند تحور عالية امي ربت منزل تقدر تقول تقدر تقول تقدر تقول بس اذا اقول لازم بس اذا اقول اصف كلمة في بداية الانشاء يعني هنا تخلي لي شو اقرأ دائما يكتب الآية حرف كبير هذا على التنقيد بداية وكذلك بداية كل جملة حرف كبير وكاتب لك تذكر التنقيد نهاية كل جملة لازم تخلي تخلي نقطة لحد هنا انتهت اسئلة الوحدة الثانية انتظرونا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته